المحسن الكبير جاسم الإبراهيم رحمه الله تعالى يعد من أشهر تجار الجزيرة العربية بل وحتى في العالم الإسلامي وله أياد بيضاء ومشاريع كثيرة في الخليج وفي الهندي وفي غيرها كما أنه من أشهر داعم الدولة العثمانية وعند العديد من الوثائق العثمانية التي فيها منح وسامي له ولزوجته منير الإبراهيم رحمه الله أيضا لدورهما في دعم الدولة العثمانية في حربها في البلقان في سنة 1912 دخلت أول سيارة إلى الكويت أهداها جاسم الإبراهيم للشيخ مبارك الصباح رحمه الله من نوع مناروة ولم يكن لها بوق أو الهرن كما نسميه في اللهجة الكويتية ولذلك كان هناك رجل اسمه سليمان بن رندي يمشي أمام سيارة الشيخ مبارك الصباح ويقول بالك بالك لكن الشيخ مبارك الصباح لم يكن يستعملها كثيرا بسبب وعورة الطرق لأنها لم تكن مزفلة في ذلك الوقت وقد أرسل جاسم الإبراهيم مع السيارة سائقا هنديا ليعلم بعض أهل الكويت كيف يقودون هذه السيارة فتألم القيادة رجل كويتي ينقال له علي حسين أبو خنفر إلا أن علي حسين أبو خنفر جاء رجل ثاني كويتي ينقال له مبارك بن عبد الله وعطاه ليرا الذهب علشان يعطيه دوره يدور السيارة فلما علم بهم الشيخ مبارك جلدهما طبعا دخول السيارة في بلاد الخريج كان أمرا غريبا يعني قبل هذا التاريخ في سنة 1908 لما دخلت أول سيارة إلى بغداد كان بعض الناس يطالعون تحت السيارة يدورون لحصان ليقود هذه العربة بل إنه في نجد لما دخلت هذه السيارة إلى الجزيرة العربية كان بعض الناس يقولوا له الحشيش يظنون أنها مثل الحصان أول سيارة دخلت نجدا كان في سنة 1914 أهداها القائد التركي أنوار باشا لأمير حايل الأمير سعود بن رشيد رحمه الله أول سيارة استعملها الملك عبد العيز رحمه الله كان في سنة 1341 من الهجرة وكانت من نوع كذلك أول سيارة دخلت البحرين كانت في سنة 1919 أحضرها الشيخ عبد الله بن عيسى رحمه الله من أوروبا أول سيارة دخلت قطر كانت من نوع فورد اشتراها الشيخ عبد الله بن جاسم الثاني رحمه الله سنة 1925 من البحرين ب600 ربية أول سيارة دخلت الإمارات كانت في سنة 1927 من ملك الوجيه عيسى بن عبد الله السركان أما أمان فكانت قبل هذا التاريخ كله كانت في سنة 1880 ملك المستشفى الأمريكاني في مسقط